بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته وبركته الان وكل اوان ولا ظهر الدور كلها امين احبائي مشاهدي قناة السيسات القبطية العظيمة اللي بتوصل كلمة ربنا للناس كلها على المستوى العالم هنبدأ الحلقة التانية في لهوت السيد المسيح له المجد ونكمل وتابعوا معايا قوي ما تفوتكوش الحلقات دي لانها في غاية الاهمية بتقولوها لولادكو والاحفادكو عشان يطلعوا ايمانهم رصح جدا هنقرأ الاجل تعزياتنا جزء من الاصحاح الى عشرين بشارة الانجيل معلمنا يوحانا البشير اتنم بستر باركاته على النامين من اية تلاتين وواحد تلاتين وايات اخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذ لم تكتب في هذا الكتاب واما هذي فقد كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم اذا امنتم حياتكم باسمه والمجد الله دائما قابلين امين معجزات كتيرة عملها المسيح له المجد احبائي قدام تلاميذه مش في السر ولا في الخفا قدام تلاميذه والمعجزات دي عملها مش لتلاميذه بس لا دي عملها للناس قدام تلاميذه يعني معنى الاية ان تلاميذه شهود عيان على هذه المعجزات الضخمة العجيبة جدا اللي بتدل دلالات قاطعة على حقيقة الوهيته ان هو الله الذي يظهر في الجسد للناس وقدام تلاميذه شهود على كده تلاميذه اتناشر مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة هيزوروا شهادة ده الاتناشر تلميذ هذي المعجزات صنعها لم تكتب في هذا الكتاب المؤدد لكن دي المعجزات اللي اتكتبت في كتاب مؤدد دي انكتبت كامثلة عشان الناس تؤمن من خلالها على حقيقة الوهيت المسيح المجل نقول بالحقيقة الله الذي ظهر في الجسد الذي جاء من اجل خلاص كل من يقوم به وتكون له حقيقة ابدا يا احبائي هناخد بعض المعجزات الدلة على حقيقة لو تستاذ المسيح له هون المجل طبعا حصرت بعض المعجزات آآ لكن هركز على معجل ثان ثلاثة آآ اربعة والآ عشان خطر الوقت بس في الحالة يعني مثلا معجزة اقامة العزر من الاموات بعد ما مات ونتن وبقاله اربعة ايام في القبر بشارة اخته لما قاتل المسيح له يا سيد قد انت اللي نرارت ايام ده هو اربعة ايام قال لها ان امنتي ترينا مجد الله هشوف يعني ايك وراح القبر والبلد كلها طلع وراها طبعا هم دفنوا بأيديهم والفعل اللي بشارة حفرد لها ايضا لوحدها مخصوص معجزة اقامة العزر دي عشان ندها طبعا معجزة اقامة العزر دي كن نقول له العزر هلوم خارجا والراجل ما يبقى له اربعة ايام ونتن بشارة اخته ويقوم في لحظتها يعني ده ايه ده لو لم يكن هو الله الخالق الله القادر على كل شيء صحيح بصدر مطلق على الارواح والاكساد كان العزر بعد ما مات ونتن باربعة ايام هيطلع اه برجلية مجرد كلمة امر العزر هلوم خارجا يخرج ليه ما حصلتش ومش هتحصل الا بالرب ياسوع له المجد انه هو الله القادر على كل شيء ولا صحيح الامر معجزة مثلا اه اشباع الجموع من خمس ترغفة سماكتين عملية خالق قدام العالم كلهم هفرد لها برضو عزر وحدها عندو هنا في القانيهة العظيمة دي كن سلسات هفرد لها عزر وحدها عشان ناخد حقنا فيها ونتمتع ونشبع بالتعليم العظيمة المقدسة الموجودة في هذه المعجزة الرهيبة خم اكتر من خمس تلاف راجل خمس تلاف راجل عادة النساء والاولاد يعني حوالي عشر تلاف اتناشر الف لو عملنا هنشوفها بالتفصيل مع بعض يأكلهم من خمس تلغفة سماكتين خمس تلغفة دولة لو حتناهم في 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 طبق مش هيبانهم من طبق خمس تلغفة فلكن يأكلوا ويشباعوا ويفيد منهم اتناشر افة مش طبق اتناشر افة مملوقة ده عملية خالق خمس تلاف هتكفي حوالي عشر تلاف نفس يأكلوا ويشباعوا ويفيدوا اتناشر افة مليونة من ايش ده حاجات في الآية هذه المعجزات تؤكد بدليل قاطع على حقيقة لهوت مساء اللي هو الخالق هناخد معجزة بقى ونتأمل فيها النهاردة مع بعض زي مسلا معجزة اه شفاء المولود اعمى معجزة هو طبعا شفاء عين اعمى كثيرين جدا جدا فتح اعين كثيرين جدا مش مولود اعمى بس الواحده لا مش بارتماوس الاعمى ولا لا 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 فاتح ايرو في الانجين المقدس اعين عمي كثيرين شفاءهم فتح لهم عينيهم لكن انا هذكر المعجزة دي بالذات بالتفصيل من كتاب ذكرها بالتفصيل عشان بتبين للعالم ان مساء المجد هو الخالق واللي خلق عينين للمولود اعمى بنفس الكيفية اللي ربنا خلق بها ابونا ادم شوفوا مع بعض يا ابن زاودر حمني يا ابن زاودر حمني المولود اعمى وعايز اياه فتح عينيه عنده ايمان مساء المساء المجد فتح عينيه فعلا بس فتحها ازاي ركزوا معايا جماعة لو سمحتوا ركزوا معايا ما تشغلوش بالكم اي حتة تانية مساء المجد فتح عينيه ازاي تفل على الارض وصنع من التفل طينا وطلع بها عيني المولود اعمى اغسل وشك غسل وشه ستة على ستة اتى بصيرا قال له ده الواحد لو عينه سليمة لو عينه سليمة وجاب واحد جاب حتة طينا من الارض وحطاه في عينه احسا الله ايه ضاعت عينه ضاعت عينه طلع بها عيني المال ابي كده اقول لك طبعا معناه ان العينين بتاعته كانت تجويفين اتنين باس ما كانش في من مقلة ديت والحاجات دي كانت نيني والحاجات دي ما كانش يعني يعني مكانهم فاضي يعني اتولد ناقص هذه الخلقة ناقص وجود عينين في فوشه فالمسيح لما اجدل انه لما خلق ابونا ادم خلقه ازاي الله 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 خلق ابونا ادم عمل طين تمثال ابن ادم ونغى فيه ابن فيه نسبة حياة فصار ادم نفس الحي الله خلق المسيح لما يخلق للمولود that disfrtschaft بها ابونا خلقه من الطين وخلقه للمولود اعمى عنين من طين تفعل عال signal المولود الناس بتوص عليها وصنع من التفل طين ارى طول الارض اللي بالناس بتوص علي طين وطلع بيه عيني الماليان المقروبات وجرسيب لكن خلق بيه عينين للمولود ان يعني بقول للي اللي ما تفهم شيفهم للي مش عايز بتقامن امن بقى قدامك ايه عشان تقامل اكتر من كده. انا خلقت لك خلقت قدام عينيكم قدام الناس كلها. عينين للمولود اعمى ده. بنفس الكايفية اللي اتخلق بها اه ادم ابوكو. من الطين. من طين الارض. اليس هو الخالق? اليس هذه المعجزة تدل الدلالة القاطعة? على ان المسيح المجد هو الله الذي ظهر في الجسد. من اجل خلاصنا? من اجل خلاص كل من يقوم به بل تكون له حي ابدية? خلق. هو الخالق. خلق من الطين. عينين للمولود اعمى. برتموس الاعمى. معجزة تانية. زي معجزة مسلا اسكات الموج والريح. دي الطبيعة بقى. از كان ليه سلطان على الارواح. يقوم العزر بعد منتد. السلطان على الخلقة. يخلق من الطين عينين للمولود اعمى. ده ليه سلطان على الطبيعة نفسها. البحار الموج والهوى. هتشوف ازاي? كان مسائلها المجد في السفينة مع التلاميذ. وجيه في مؤخرة السفينة هو نعم. يقول ابا الكنيسة بيفصل. يقول لك نام تدبيريا. تدبيريا عم تدبيره الاله يعني هو عايز كده. هو قاصص كده. وشهو اللي جاي? سوري. الموج الريح اشتدت قوي قوي قوي. الموج طبعا عيلي لما الريح اشتدت قوي. طبيعي. التلاميذ كصيادين سمك دي حرفتهم البحر اصلا. حرفتهم البحر. كما عايشين فيه. فحاولوا يوصلوا السفينة للشاطئ ابدا. والسفينة كادت تغرق. من شدة الريح وشدة الموج العالي. الى ده انهم لما يقسوا وفقدوا كل حيالهم وخبرتهم في البحر. انهم يوصلوا السفينة للشاطئ. راحوا المسائل للمجد. صحو? يا معلم قم. يا معلم قم اما يا همك انا نهرك احنا بنغلق يا معلم. قوم يا معلم. المسائل للمجد ايه الكتاب ما دا تعمل ايه? اعمل مسائل للمجد وقف. بكل شموخ وثقة مطلقة. ما هو اللي خلي الطبيعة? يا اخوانا ما هو شوف اللي جاي. ما هو اللي خلي الطبيعة? وحشوف ازاي هو اللي خلي الطبيعة بالوقت من كلمة اللي جاية دي. من معجزة. قبل ما يهدي الموج والعاطفة والهوى شغل على الاخر الرياح شديدة عاصفة. والموج طالح بيغرق في السفينة. احنا بنغرق. ويفقلهم ايه? حتى متى احتملكم يا قديل الايمان. حتى متى احتملكم. الاول قبل الفجر ما يطلع. والظلام دامس جدا في العزية الثالث او الرابع من الليل. المسائل اللي اقول ما التلمز قاعدين في السفينة بصوا لقوا زي شبح داخل عليهم. شبح انسان شكل انسان داخل عليهم. ما لهوش تفاسير. مش مفصلين ملامحوا. قاعدون شخصين للشبح ده. لقوا داخل عليهم ما لهوش تفاسير. لدلوقت انهم افتكرو ايه? بالبلد يعني عفريت. فخافوا جدا. يقول الكتاب فخافوا جدا. ظنوه خيالا فخافوا جدا. داخل عليهم. مش بيرجع وارا ولا بيرجع وارا ولا يمين. فالمسائل المجد صعوبوا عليه. التلميز صعوبوا عليه. انه اب حنين جدا. اب بمعنى الكلمة اللي من قالها ما تيجوا الصالة وقالوا له ابانا اللازم في السماوات. فهو اب فعلا فبيصعب عليه ولاده. مش عايز نسيبهم في الخوف على طول. فنده عليهم وقال لهم سكوا انا هو لا تخافوا. سكوا انا هو لا تخافوا. بطرس الرسول ميز صوته. فقال لهم كنت انت هو صحيح المسيح. امورنا جي لك على الماء. شايفونه الشبح ماشي على الماء. جايلوهم مش مثلا طاير. ده ماشي على الماء. الماء دي ميت البحر حد بيبشي عليها. حدش بيبشي عليها. لكن بصوا هذا الشبح او الخيال. ماشي على الماء. لما قال لهم سكوا انا هو لا تخافه ما تخافوش انا هو. انا هو المسيح يعني. فبطرس الرسول قال له لو كنت انت هو امورنا جيلك على الماء. وهو واصل انه لو امره يجيه. حيمشي على الماء زيه. فقالوا تعالي يا بطرس لو كان نبيه. لو كان مجرد نبيه. كانوا طب استني يا بطرس المطلب من ربنا عشانك. يا رب خلي بطرس يبشي على الماء زيه عشان يقامن بيه. انك ارسلتني. مثلا يعني لكن البطرس بوله لو كنت انت هو صاحي المسيح امور نجيلة قاله تعالى يا بطرس على كده في غير تفكير ولا ترد صاحب سلطان مطلق عالطبيعة يمشي عالمية ما هو اللي خلقها يمشي عالبحر ما هو اللي خلقه وكمان ادى القوة لاتباعه لتلاميذه انه يمشي عالمية زيه وصاحب سلطان مطلق هو الله لا يحده لزمان ولا مكان ولا اي قوة تحد فيه فقال له يا بطرس تعالى فقال له تعالى بطرس سمع الكلمة وقاطع ونزب من السفينة لقى نفسه ماشي عالمية انت رجل سيدات سمك اصلا وحرفته البحر فمستحيل يمشي عالمية فبدأ يبص نفسه ام بدأ يبص نفسه ماشي عالمية صحيح حمي00 البحر ازى يمشي عالمية لمن بدأ يمشي عالمية وشاف نفسه ماشي عالمية بدأ يشك ازى يا فليس بدأ يشك بدأ ايه يغرق يا رب نجيني يغتص ويطلع يا رب نجيني قال لها فأنت كنت ماشي على الماء فقال له لماذا شككت يا قليل الإيمان ليه شكيت ما أنا قلتك تعالى لو أنت جيت ومشيت بتبص تحت الجديد وتشكي ليه ومسكوا من إيد وطلعوا هم كل ده وقفين ايه على الماء على البحر وخلوا دخل بيه ماشي على الماء ودخلوا في صفينة لاست هذه المنواجدة يا أحبائي تدلل بطريقة قاطعة على حقيقة أن المسيح على المجد هو الله بالجد الحقيق قال الزهر في الجسد من عدرة مريم من أجل خلاص كل ما نقوم به عنهي أدلة أكثر من كده تاني أنهي أدلة ده لا صلى ولا طلب من ربنا ولا أي تعالى وبص مشي على الماء وهكذا يا حبائي المعجزات اللي عملها على المسيح على الماجد كثيرة جدا 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 بتدل دلالات قاطعة على حقيقة لهوته أنه حتى أمر أمر بطرس كلمة أمر تعالى يا بطرس تعالى بطرابش من أجله ولا حتى تعابز جيبه طرس نزره على الماء لأنه يمشي على الماء أم بدأ يشكه يا رب نجينا يا رب نجينا أعترفت أنه هو ربنا دلوقتي لماذا شككت يا قل الإيمان خمسك يده وتلعه على الماء ومشي بيه على الماء برضه ده غيرت ما أصل للسفينة ودخل للسفينة قال لا حبائي الإيمان بالمسيح على المجد حاجة تانية خالصة المسيح الي المحض هو نور العالم هو اللي بينور للناس الطريق هو اللي بيخلي إنسان عايش في نور حقيقي مش في ظلمة عتمة كحل مش شايف غير بس أفكار الشيطان اللي بيبليها عليه. لا. ده المسيح هو قالك عن نفسه قال انا هو نور العالم. من يتبعني مش من يتبع اي حد تاني غيري. من يتبعني لا يمشي في الظلمة. من يتبعني لا يمشي في الظلمة. وخلي بالكو يعني عجزات الكتاب مؤادس مليام عجزات زي ما اسمعته ايات اخر كثيرة سنة يا صحيح قدام لم تكتب في هذا الكتاب. انا كمان بسكر لكم بعض المعجزات عشان وقت بالحلقة. لم تكتب في هذا الكتاب. اما هزيف قد كتبت وتقبينه. ان يسوع هو المسيح ابن الله. والتي تقول لكم اذا امنتم. حقيقة باسمه. فشوفنا معجزة اه مولود اعمى زي خلق له عنين من الطنين. معجزة الموج اه البحر ازاي سكت الهوى والموج. معجزة اه وتهديد العاصفة دي ايات. اه اجباع الجماعة حنقولها بالتفصيل اه قمة العازر حنقولها بالتفصيل ان شاء الله في اه عزر وحدها. اه عشان نجبع منها يعني. اه وهكذا احبائي. اه معجزات كثيرة المشي عن مياه طبعا زي ما اسمعين دلوقتي. معجزات كتير جدا جدا. اليد اليابسة. معجزة اليابسة. الراجل يابس يده يابسة عنده بتحرك شخص. شلل شلل كامل ايده. فالمسيح للمجد لما شافه الراجل عايزه يشفيه من ايده. المسيح للمجد شافه ايده المشلولة دي اليابسة. ازاي? اه دهنه بالزيت. صلى له عليه حط يده عليه. ابد. طب بوقف صلى من اجله. ابد. لو كان نبي كان لازم يعمل كده. لو كان مسيح نبي كان لازم يعمل كده. لكن اللي هو الله بالحقيقة اللز果 في الجسد. قال له ايه? قال له مد ايدك. قال مد ايدك. فعل امر مد فعل امر ايدك. فمد يده وحصل الصحيحة. ايدها؟ ايه العظمة دي? ايه عظمة ايماننا بالمسيح له كل المجد ده? ايمان حقيقي. ايمان صخري. فلازي. ايمان راصخ. إيمان لا يقبل الجدل أو الشك ما فيش حد يقدر يشكك فيه مهما حاول الشيطان مهما حاول مشاككين قليل الإيمان يشككوا في حقيقة دوت المثال على المجل مش هيقدروا قدام كل هزي الحقائق الواقعة الحقيقية الموجودة والمثلة قدام عينين كل إنسان عايز يفهم كل إنسان عايز يفهم الحقيقة عايز يدور على حق الإله فين عايز يدور على أبديته على خلاص نفسه وهكذا أحبائي صنع المسيح لهون مجد معجزات كثيرة جدا كم غير محدود من المعجزات في آية مثلا واحدة يقول لك إيه وقدموا إليه جميع السقماء بجميع أنواع الأمراض شوف بجميع أنواع الأمراض فشفاهم كده بالجملة كان شفاء بالجملة جميع أنواع السقماء والأمراض فشفاهم عشان كده يا حبائي إيمان بالمسيح لهون مجد إيمان عظيم جدا 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 حقيقة لهوتن هو الله اللي زي زراج يدي حاجة نفتخر جدا بيها ونجاهل بكل فخر بيها بس لازم نعيش بيها عشان تكون لنا حياة باسمه والآيات تتبع المؤمنين ودي موضوع الحلقة الجاية أن هنكمل معجزات السادة المسيح بالمعجزات المعصرة الآيات تتبع المؤمنين في معجزات كثير جدا بتتم في العصر الحالي وفي العصر الصابع من ساعة المسيح له المجد تجيه وصعد للسماء والمعجزات شغالة حتى الآن حتى اليوم يا أحبائي باسم المسيح له المجد بيتم شفاء أمراض بيتم إخلاق شياطين بيتم فك أعمال سحر الشياطين بيتحل مشاكل وهكذا أحبائي المعجزات زي بقال سفر العمال والرسل والآيات تتبع المؤمنين المؤمنين بأن المسيح له المجد هو الله اللي الظهر في جسد المعجزات تتبعهم ولا تقف أبدا عند عصر بحد يقول إحنا مش في عصر المعجزات لا إحنا في عصر المعجزات بجد والمعجزات عصرها لم ينتهي من ساعة من المسيح له المجد بدأها بنفسه واعطى السلطان لتلاميذه والأدباحهم وخلفائهم اشفوا مرضى ده فيع الأمر من المسيح له المجد اخرجوا الشياطين مجانا أخذتهم مجانا اعتوا هذا الأمر إلهي من رب يسوع مستمر ومازال مستمر وسيزال مستمر إلى نهاية الدهور يا أحبائي إلى نهاية هذا الزبان الله قادر أن يثبت هذا الكلام في قلوبنا ومنحنا قوة هذا الإيمان وأن نعطيه للآخرين لو كل مجد وكراما إلى الأبد أمين